هو سؤال هو سؤال للعالم الذي يضحق على المسلمين في كل لحظة وفي كل ثانية يعني هؤلاء المستوطنون لما احتلوا الأرض الفلسطينية هي طبعا الأرض الفلسطينية محتلة من زمن جدا دا من لحظة وعد بلفور مش حتى من 48 ولا من 67 لا دا من وعد بلفور هذه أرض الفلسطينيين طيب والدولة الغشم أو النظام الغاشم فعل فيها ما فعل نيبا للمستوطنين ولك دول المدنيين طب أنا هسأل إما يجي الوقت يقوم جاي محوط على قطعة أرض فلسطينية ضخمة كذا ألف فدان ويقول لك نبني على دي 70 ألف مستوطنة كما بيدعوا الوقت في اللي جاي كمان طبعا هما بينوا آلاف مئات آلاف المستوطنات ويقول لك احنا نبني دي بمعنى الأرض لي بتاعت الفلسطينيين من ضمن الأرض المحتلة ليه تحت سيطرة المحتلة يقوم جاي هادم القرى بتاعته انتو عارفين عدد القرى التي هدمها اليهود منذ 48 إلى الآن في أرض فلسطين كم قرية 170 ألف قرية مش بقول 170 ألف بهيت لا لا 170 ألف قرية 170 ألف قرية ومنزل 170 ألف قرية ومنزل خلي بالكم الحتادي جدا بل البعض قولك تل 170 ألف دولان اللي هما عدد المنازل التي هدمت طب اجمع عدد القرى مع عدد المنازل هيبقى العدد أكثر من 170 أنا بقولك بقى 170 ألف دي قرية ومنزل قرية ومنزل لكن اجمع عدد القرى التي هدمت بجوار عدد المنازل هيبقى العدد أكثر من 170 ألف بكثير أو يبقى ركز معي جدا طيب ما يجبقى المستوطنون عارفين أن الأرض دي اتخذت من أهلها واضطردوا تماما وتهدمت بيوتهم واضطردوهم من هذا المكان واستولوا على خيراتها ومقدراتها وحدائقها وبستينها وزيتونها إلى آخر هذه الأمور وآمو جاين بنين على الوحدات السكنية دي الوحدات السكنية مكان مين؟ مكان بيوت هؤلاء مكان بيوت هؤلاء طب اللي اعتدده وآخذ بيت الغير وآخذ أرض الغير وبنى عليها بعد ما طردوا تماما وهجروا هل هذا من المدنيين المسالمين؟ أدي واحد اثنين هل المستوطنون الذين يقومون بطريقة شبه يومية بحرق السيارات الفلسطينيين وبرميها بالحجارة وبالهجوم على بيوتهم وبالهجوم عليهم في الشوارع بكل أنواع الأسلحة هل هؤلاء أيضا من المسالمين المدنيين؟ نركز يا جماعة نركز يا جماعة العالم دول إن الغرب واليهود بتعاملوا مع العرب على أن دول ما بيشغلوش هنا على الإطلاق ما بيشغلوش ديه بل بساعته يقولك إيه الإرهاب الفلسطيني إنما عمره ما يقل أبدا الإرهاب اليهودي أهو حتى بالنسبة للدول الغربية بالإجماع أول ما بتحصل حادثة يقولك الإرهاب إيه الفلسطيني لذلك الدولة طبعا اللي جات من الشتات واحتلت أرض فلسطين كل شوية تقولك إحنا بنحارب الإرهاب بتحارب الإرهاب لا إله إلا الله أمور مقلوبة يقولك إحنا بنحارب الإرهاب إنت دخلت بيت واحتلت البيت وطردت أهل البيت من البيت واعتقدت تعملهم إعدامات ميدانية لو واحدة بتطلع التليفون من الشمطة بتاعتها وهمشها عشان تعمل المكالمة يقولك آه لا بتطلع سكينة اضرب ويقوم ضريبها وضربت إيه مش ضربت إصابة لا في اليد ولا في كذا يا في الصدر يا في الرأس عشان تموت في الحال ودي واحدة ست ست طبعا عندي مسجل منها الكثير وموثق منها الكثير شاب معدي بيفتح إزاز السيار أو بيرفع التليفون بتاعه ويقولك لا لا ده كان شايل سلاحه وبيهد اضرب ويقوم قتله على طول أصحاب الأرض اللي بتذلوا وبتقهروا وبتمنعوا من العمل وبتعملوا معاملة عنصرية وإذلال ليس بعده إذلال ويقولك لهم هؤلاء الإرهابيون إنما دولا لا ده الشعب المتحضر الشعب المتقدم الشعب كيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلي بالكم رغم من اللي قاعد يعمل الفساد كلته اليهود من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إنما بالنسبة الآل لفلسطين ده ما سكين بيذبوا عن أنفسهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لا قدير ده رول يدوب يدوب بيذبوا عن أنفسهم بيدافوا عن أنفسهم إيه ما فيش مش دولة لمعه أسلحة ثقيلة ولمعه طيارات ولمعه أي شيء على الإطلاق على الإطلاق وباعتراف الكون إن المعاملة لهم معاملة عنصري والجدار جدار عنصري إلى آخر هذه الأمور تخيل بقى لما يجي يقل خيراتك ويستولى على الأراضي والبستين بتاعتك ويطلعك من البيوت بتاعتك ويهجرك منها ويخليك أنت اللي تهدمها يأم ترفع ثمن الهدم كمان وبعد كل الكلام له ويقولك إنت إرهابي لو كلمت إنت إرهابي لو جدت نافع عن نفسك إنت إرهابي لو جدت وطالب ببيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إذن الصورة الأولى اللي سألتها وأنا بسأل ده سؤال عايز عليه إجابة بقوله هؤلاء الذين سلبوا الأرض وأخذوا المقدرات والبستين والزراعات والأراضي والبيوت إلى آخره بعد تجريف كل هذه ثم الاستلاء عليه هل هؤلاء من المدنيين المسالمين معا عشان نعرف بس أنت يقولك بيقتلوا المدنيين آدي واحد اثنين هل المستطلون زي ما قلنا اللي بيحرقوا بقى السيارات وبيقتلوا الناس في الطرقات وبيقولك هنسلح كل هؤلاء كمان معاك هل هم من المسالمين المدنيين سؤال عايز إجابة طيب تعال معي بقى هل هؤلاء الذين يقومون بحرق البيوت على أهلها حتى الرضع يحرقون بداخل البيوت هل هم من المسالمين واحدون لك حصل كم ده حصل ده موثق كثير وكثير على سبيل المثلة على سبيل الحاصر عالة العواش لما قاموا بإحراق بيتهم حرقوا الرجال والنساء والأطفال حتى الرضيع اتحرق في النرجاء ودول ايه المستوطنون مش الجيش ولا يوم الشرطة المستوطنون راحوا كده تل واحد ما حاطت لك البتاع على راسه وشاهل لك مش عارف ايف ايده على أمنه متدين ورايح يحرق البده حتى الرضع الرضع يقومون بإحراقهم ده سؤال وبما أن الحوارز ده موثقة أسأل هل هؤلاء من المدنيين المسالمين تعال بعد كده هل هذا المستوطن اللي اتفضح على ظهر الكوكب الأرضي وللأسف بجع ومتبجع اللي أخذ بيت واحدة فلسطينية وطردها منها فهي بتسجله بالفيديو بتقول له بقى كده يا حرام يا لص تسرق بيتي وهواف على بيتها يقول له ايه ما هنما سرقتوش هيسرقوا غير يقول له كده أنا ما سرقتوش طبعا دي قت على كل القنوات وعلى كل شبكات الإخبارية في العالم وعلى مواقع التواصلية موجودة إلى اللحظة لا أنا ما سرقتوش يعني بيعترف تماما إنه واخد بيتها غصبا وإكراها وسرقة لا إن أنا ما سرقتوش هيغي غير يسرقوا يعني هيغي يهود تاني هياخدوا ليه لأن ده مخطط الدولة والنظام طيب المستوطن اللي خد بتاعها دي خد بيتها دي وطردها منه بقول لا لا أنا ما خدتوش هياخدوا غيري هل هذا أيضا من المدنيين المسالمين أريد إجابة ده هو سؤال خلي بالكم عاية جدا يا جماعة الإجابات أعتقد أنكم تعلمونها تماما لكن أعتقد أن الغرب المنافق وعلى رأس الغرب أمريكا لن تعترف بذلك على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر شكرا